يكثف المسؤولون الأمريكيون جهودهم لبناء مخزون ضخم من الأسلحة في تايوان وذلك بعد دراسة تدريبات صينية في جميع أنحاء الجزيرة ويؤكد المسؤولون الأمريكيون بشكل متزايد على حاجة تايبيه إلى أسلحة متنقلة وقاتلة ضد السفن الحربية والطائرات الصينية ولديها قدرة على الهروب من الهجمات نظرا لأن أي حرب محتملة بين الصين وتايوان ستكون غير متكافية وفي شأن ذاته قالت رئيسة تايوان أن بلادها لن تعتمد على الآخرين في الدفاع عن أمنها وسيادتها بينما رحبت بالتزام الولايات المتحدة بأمن الجزيرة إزاء التهديدات الصينية المستمرة وتدريبات المتواصلة في محيطها ووفق رئيسة تايوان فإن تصرفات بكين اعتداء على سيادة تايبيه كما أنها تهدد السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهدي ولمواجهة أي غزو صني تتهب تايوان عسكريا واقتصاديا عبر عدة خطوات وسط استمرار وصول المساعدات الأمريكية وسط توتر متصاعد مع الصين أجرت تايبيه في عدة أجزاء من العاصمة تدريبات جوية شهر يوليو الماضي وأخلت الشوارع إجباريا كما طلبت السلطات الناس بالانتقال لأماكن آمنة تحسبا لتعارضها لهجوم وعقب إجراء بكين أكبر منورات في تاريخها حول الجزيرة شهر سبتمبر وفقت واشنطن على صفقة لبيع معدات عسكرية بقيمة 100 مليار و100 مليون دولار لتايوان تشمل 60 صاروخا مضادا للسفن و100 صاروخ جوجا بعدها بأيام أجر الجيش التايواني منورات عسكرية بالضخيرة الحية شاملت محاكات للدفاع عن جزيرة جنوب البلاد مشددا على ضرورة اتخاذ تدبيرا مضادة في مواجهة حصار البر الرئيسي وفي إطار تجهيزاتها أيضا أفدت صحيفة تايمز البريطانية بأن عشرات المدنيين في تايوان شاركوا في دورات تدريبية على أعمال الدفاع المدني وتقديم الإسعافات الأولية بإشراف متخصصين في المجال استعدادات تايوان ليست عسكرية فقط فقد طورت إجراءات شاملة لضمان إمدادات غذاء كافية لشعبها إذ كشفت وزارة الاقتصاد عن تقنين مخزونات شهرية من الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والطاقة